شنطن دكتور حسن هاشميان كيف تقرأ نتائج وسير الانتخابات الإيرانية خلال التي انقضت وعلمنا نتائجها نعم تحية لكم والضيف الكريم ومشاهدين البرنامج يمكن نظرة إلى هذه النتائج من محاور مختلفة المحور الأول أن هذه ليس انتخابات حلة ونزيهة كما يدعي النظام هناك لا توجد رغابة دولية وأيضا لا توجد رغابة حتى من المجتمع المدني الإيراني المرشحين تم اختيارهم من قبل السلطة الصناديق الاقتراح يتم إدارتها من قبل الحرص والبسيج والقوات المتعلقة بالحكومة يعني القوات التي لديها مرشح في هذه الانتخابات هي تقوم بإدارة الصناديق الاقتراح أيضا السلطة الغضائية غير مستقلة عن النظام هناك مسائل كثيرة تطرح هذه الغضية بأن هذه الانتخابات غير نزيهة وهناك يمكن تلاعب بها ويمكن تزوير النتائج وأنا أعتقد أن الجانبين الإصلاحي والمحافظة اتفقوا على إضعاف النتيجة على زيادة عدد الأصوات حتى يعقولون أن هناك شعبية موجودة لهذا النظام وشعبية موجودة للتيارين مثلا إبراهيم رئيسي كيف حصل على 15 مليون صوت إبراهيم رئيسي ليس لديه حتى ثلاث ملايين صوت في المجتمع الإيراني وهو سيء السمعة كيف وصلت لهذه النتيجة دكتور حاشميان ولماذا تم مضاعفة الأرقام ما الفكرة وما هو الهدف من وراء ذلك يعني هناك اتفاق بين الجانبين بين الحكومة المتعلقة بحسن روحاني وبين المتشددين بأن لا نعطي صورة عن النظام الإيراني وعن الولي الفقيه بأنه ضعيف في هذه الانتخابات بأن هناك مقاطعة قوية يعني أنظر كل القوميات المختلفة في إيران من عرب الأهواز إلى البليوش إلى الأتراك إلى الكورد إلى توركمان كلهم كانوا مقموعين في هذه الفترة الأخيرة وخاصة حصلت أزمات بيئية قاتلة في الأحواز ومكانات أخرى ولكن يقولون أن هؤلاء الذين عزبناهم في الفترة الماضية إجوا وصوتوا لنا يعني خلافا لطبيعة الإنسان يعني تعرف الطبيعة الإنسان كل من يعذبك تبتعد عنه أو تتخذ موقف تجاهه أيضا النظام الملالي كانت لديه مشكلة مع الحركة العمالية يقولون أن العمال إجوا وصوتوا للنظام الولي الفقي النظام كانت لديه مشكلة مع الحركة الطلابية مع الحركة النسوية مع حركات مختلفة مع المعلمين هناك غمع يعني مغمع في موضوع المعلمين ومستمر دائما وقيادات المعلمين موجودين في السجون يقولون أن المعلمين إجوا وصوتوا إلى نظام الولي الفقي هذه الأكاذيب لا تنطلع على أحد خاصة هنا في الولايات المتحدة وفي العالم الغربي الذي يعرف ما هي الانتخابات النزيهة والحلة وما هي أدواتها